قبل ذلك جولة في الصحافة التركية وسنبدأها مع صحيفة دايل نيوز وفيها خبر عن معرض صور للفنان والمصور الأمريكي ستيف ماكوري ماكوري الذي اكتسب شهرة عالمية من خلال صورته المنشورة تحت عنوان الفتاة الأفغانية التي نشرها في مجلة ناشرال جيوغرافيك في عددها الصادر في شهر يوليو عام 1925 المعرض يفتح نوافد على عوالم أخرى بالأشكال والألوان قدمها المصور بعدسته الذكية فالمعرض يجمع 51 من أكثر الأعمال شهرة للفنان والتي تم تصويرها في مناطق مختلفة من العالم في الثلاثين عاما الماضية أما صحيفة بوستا فتطرقت إلى خبر عن احتفال الخطوط الجوية التركية بالمسافر الذي أتمت به الشركة عدد المليار مسافر على متن خطوطها في مطار إسطنبول رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية أحمد بولات كرم المسافر مصطفى بالجي يشك بمنحه بطاقة تحوي مليون نقطة والتي تمنحه مزايا كثيرة على متن الخطوط الجوية التركية وقال أحمد بولات الخطوط الجوية التركية التي تأسست عام 1933 نقلت حتى اليوم مليار مسافر تطمح بالوصول إلى رقم الملياري مسافر بحلول عام 2031 وسننتقل إلى صحيفة حرية وخبر عن أضرار الجلوس لفترة طويلة فبحسب دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية فإن الجلوس ساعات طويلة يضر الصحة مثل التدخين فخطر الموت عند الناس الذين يجلسون أكثر من ست ساعات يوميا يزيد بنسبة 37% وما يقلل هذه النسبة إلى 51% هو المشي لثمانية آلاف خطوة يوميا وسنذهب إلى الصحيفة الأخيرة والتي حملت عنوانا متعلقا بمزاعم مذابح الأرمن وهي صحيفة أكشم إذن ونقلت ردود الأفعال حول تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول مزاعم الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915 إذ وصف الرئيس الأمريكي الأحداث بأنها إبادة جماعية الأمر الذي استنكره وزير الخارجية التركي مولود شوشولو قائلا إن السياسيين المخادعين الذين يحاولون تشويها التاريخ يعودون إلى المسرح مرة أخرى وأدانت وزارة الدفاع التركية بشدة محاولات بعض الأطراف الافتراء على الشعب التركي فيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها الدولة العثمانية والأرمن إبان الحرب العالمية الأولى وبدورها أدانت أيضا وزارة الخارجية التركية بشدة إحراق العالمين التركي والأذربيجاني في العاصمة الأرمنية تزامنا مع ذكرى تلك الأحداث ترجمة نانسي قنقر